بس بالغانبية الغانبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية ممكن يكون اي برج تاني عم شوف الشخص الشخص هاد واحد من الاسباب اللي عم مش عم تسمح له انه يتقدم بالعلاقة او بالتواصل بينكم انه هو يمركز كتير على الهدف الليهائي او يمركز كتير على الصورة الاكبر لانه ورق التقدم ورق التحرك فممكن هو عم يتحرك بسرعة وعم شوف ايضا طاقته نارية فممكن حركته سريعة ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور او شخص مندفع باتخاذ قراراته ايضا شخص هاد ممكن يعني يعني عم تحس انه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام تعاطف بالمشاعر تعاطف بالعلاقة مع بعض هو كتير او هالشخص كتير بيركز على تحقيق اهدافه وطموحاته يعني بيتقدم لتقدم وبطريقه ممكن يجرح اشخاص انت بتحس هيك ايضا هالشخص ممكن يكون انت انضج منه عقليا او فكيا لانه شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا ما بيكون فيه عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها ايضا هالشخص من النوع اللي هو اذا اشتغل ما فيه عنده الصبر فيه عنده طاقة ولكن فيه عنده صعوبة بتوجيه الطاقة لانه كل ما بيجي يعني بيحاول يحط مجهود باشي معين اذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده اياها بسرعة هالشخص بيميل و بيركز على اش صعب انك تجذب تركيز هالشخص او تثبته في مطرح واحد طاقته كتير فلكسبل كتير هوائية كتير نارية يعني بيتحرك كتير بتحسه بجميع المطارح شوي هون شوي هون شوي هون ما في عنده خط واضح يمشي عليك ايضا عمشوفو مش كتير متحمس لفكرة الحب ممكن يكون هالشخص اجاب عروض حب وهو عميفكر باشيا بالماضي او ممكن طبيعة العلاقة بينكم هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي ومش عم يركز على اللي بيمر فيه حاليا يعني ممكن هو مش سامح لحاله انه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم لانه مركز كتير على الامور اللي صارت بالماضي فدائما كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستقبل يعود تفكيره الى الماضي يعني اوتوناتكلي تلقائيا بينغلق عاطفيا باي علاقة جديدة عمشوفه لكن عمشوفك انضج منه فكريا ممكن يكون في بينكم فرق بالسن ايضا ممكن يكون هالشخص اصغر منك بكبه سنة ايضا طيب شو ممكن واحدة من الاسباب اللي قدت الى الخلل بينكم او كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم لحتى تعرف تصلحها اغلبكم هافية اغلبكم ما في عندكم ايمان وما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم بالطرف الاخر بالشريك الاخر لحتى تسمحوا انه العلاقة تطور الى الامان عمشوف الاغلب منكم في عنده صعوبة انه يثق بالعلاقة مئة بالمئة او يعطيها اهتمامه مئة بالمئة ايضا عمشوف انه في شخص بينكم هو متحكم اكتر بالامور او في شخص يحب السلطة اكتر من الشخص الاخر الشخص يحب هو اللي يكون متحكم للامور واحدة من الاسباب اللي اللي ادت الى الخيال بينكم انه في الطرف عم يحس انه مظلوم عم يحس انه ما في توازن بالاخذ والعطاء عم يحس انه هو اللي عم يعطي اكتر من الشخص الاخر طبيعة العلاقة بينكم نارية كتير يعني انتوا في بينكم اتجاذب كتير عالي ولكن في شخص بيحب فرض السيطرة بالعلاقة وبيحب هو ليكون متحكم كنترول فيك الشخص اللي عم تتعامل معه او في طرف بينكم هو كنترول فيك وبيحب التحكم كتير لو نشوف خطوتك بالمستقبل فينكس رايزنج عم نشوف فينكس رايزنج هاي الكرت بس توصل الى نقطة الصفر يعني بس توصل الى الحضيد هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك ما عد فيه يعني تنزل لتحت اكتر او تخرب عليك الامور اكتر من هيك فهي هي فينكس رايزنج اللي هي بتطلع انت بتنطلق او امورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة او عصيرة كتير يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت ما بتعادل الويل او عجلة الحظ عجلة المستقبل فهي هي اللي الشفت اللي رح تصير او الانتقال النقلة اللي رح تصير فعم شوف بالمستقبل خطواتك القادم رح يصير فيها عندك نقلة بالذات من ناحية المشاعر لانه الكرتين هون عندي او 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 بعدين عندك الفول يعني عم شوفك اكتر بالمستقبل رح تاخد الامور بعفوية اكتر مش رح تكون كتير جدي بالامور بالذات بما يخص العاطفة يعني رح تحاول انك تكون فليكسبل او مرن اكتر مشوف ايضا فيه اشتياق رح يصير بالمستقبل رح تشتاق الى شخص معين او رح تشتاق الى طبيعة التواصل بينك وبين هالشخص عندك بالكروت المستقبل كتير اوراق كبس فرح تكون الامور عندك من الناحية العاطفية رح تتغير كتير ايضا عندك فرح انت بالمستقبل رح تنحط بموقف انه لازم اتوازن بين شغلتين معينات بين شيئين معينين وممكن لازم اتوثق بين طبيعة هالعلاقة وبين الشغل وبين العلاقة في اشي رح تضطر انك تحاول توازن وتوفق بينه نشوف خطوات الحبيب في المستقبل فهالشخص عم شوف اذا هو كان كتير كتوم بالزات بناحية ما انه يعبر عن مشاعر اتجاه اتجاه العلاقة او يكون صريح بانه يحكي فعلا شو هو اللي يحس فيه عم شوف اكتر رح يركز على هال اشي ايضا عنده هالشخص او هالامرأة امرأة حنونة جدا يعني فيه عندها تعاطف كبير فعم شوف انه هو بفترة الانفصال للمنفصلين منكم مثل كأنه رح يراجع اموره لانه ايضا عنده هينجمان هينجمان الطاقة بتكون معلقة والطاقة بتكون واقفة ولكن ولكن بيصير دراسة للموضوع بيصير تحليل للموضوع بفهم للفكرة فهالشخص رح يحاول انه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة اكتر بينكم طبيعة الطاقة بينكم اكتر وايضا عمشوفه يعني رح يعمل رح يشوف هو وين اخطأ بالعلاقة شو كان ديره بانه صعب العلاقة او صعب التواصل بينكم امشوفه اكتر رح يكون في عنده سيمبثي او تعاطف مع الموضوع ايضا من الناحية المادية في عنده بدايات جديدة او من ناحية العلاقة بينكم في بداية جديدة هالشخص عمشوف انه هم يفكر بالمستقبل يحط مجهود اعلى ايضا king of cups king of cups هيدا اكتر شخص ناضج او مشاعره العاطفية بتكون ناضجة لانه يعني اعلى مركز او اعلى مستوى فعمشوفه من الناحية العاطفية تقريبا للبعض منكم رح يصير فيه التزام جدي بهال ثلاث الكوت رح يصير فيه ارتباط جدي لانه في عندك ten of cups يعني فيه اشي مثل تكوين اسرة مثل هالشخص عم يحلم باسرة معاك عم يحلم بتكوين مستقبل معاك وايضا عندك king of cups يعني هالشخص مشاعر مشاعر العاطفية رح تنضج اكتر فيه عندك هون الكروت السابقة كروت صغيرة يعني فول كارد هو اول كارد في بداية رحلة التاروت فام طاقته الحاليا عم شوفه الحالية هي طاقة عفوية اكتر طاقة فولية اكتر ولكن بالمستقبل عم شوف انه هو شخص يعني رح يوصل الى مرحلة من النضوج العاطفي ايضا هالكارد بيبين انه في عنده بداية معك جديدة وفيها نوع من الاستثمار مشان هيك انا بحكي لك انه ممكن يكون ارتباط جدي لانه عندك اي سوف انتغلز يعني فيه طاقة ارضية فيها اشي من الاستثمار مجهود بهالعلاقة مجهود جدي بهالعلاقة يعني هالشخص فكرته معك في المستقبل رح تكون تفكير الى المدى البعيد مش فقط الى المدى القريب او شو اللي عم بيصير حاليا لانه لانه هالشخص هون ما عنده اي حساب الى المستقبل بيعيش كل يوم بيومه ولكن هون الطاقة في المستقبل عنده الشخص عمشوف انه هو ناضج اكتر عميفكر الى المستقبل بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم وطاقة المشتركة بينكم في المستقبل بدك تنتبه انت وهالشخص من انه ما تماثلوا في حل بعض الامور او ما تأجلوا بعض الامور اذا فيه اشي عم انت عم تحس فيه صارح هالشخص الافضل انه يصير فيه مسارحة بينك وبين هالشخص ايضا البعض منكم اللي عم يتأخر او عم يحاول يتجنب بعض الامور بحل هالعلاقة فيه عندك دويل افورتشن يعني فيه تدخل رح يصير قدري بانه يغير الامور ويغير المسائل بينكم فيه عندك ايضا اكتمال كارما من نوع ما اكتمال دائرة فرح تفوت انت وهالشخص ب بمرحلة جديدة او المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكر عليها فيه بينكم مرحلة جديدة رح تصير فيه عندك اس of cups وفيه عندك اس of wands فيه عندك بالتأكيد بداية جديدة تقريبا تلات الوراق اس of pentacles اس of cups اس of wands بدايات جديدة ايضا عندك تواصل سريع هون فيه بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين او ياني مش عم يحكوا مع بعض فيه بدايات رح تكون من الناحية العاطفية فيه بينكم رح رح يكون ايضا او شغف كتير بالعلاقة لانه عم شوف اغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص ما كنت عم تحكي معه فالتايم اوت او الوقت المستقطع اللي اخدته هو اللي سمح لانك وسمح لانه انه يفكر بالموضوع ويدرس الموضوع صح وعمشوف انه بالمستقبل هالشخص يعني الام يتوصل الى استنتاج انه بيته بالفعل انتو تعقدكم بالمستقبل بيتكم بالفعل انه تكونوا مع بعض في عندك بداية جديدة وفي عندك ايضا تواصل سريع في عندك ايضا تغيرات مفاجأة رح تصير دويل اوفووتشن في عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك تغيرات مفاجأة او تغيرات سريعة فما تحاول انه تبطئ الامور اذا انت بمرحلة عم تحس او اذا هالشخص قدم للك عرض عاطفي وانت عم تحاول انه يعني تاخد وقتك في حل الامور او عم تحاول انه تماطل في الامور مع انك بتعرف شو اللي انتو بتريده انا بنسحك يعني تتخذ قرار اسرع من هيك فقط اذا انت بتعرف شو اللي بتريده لانه عم شوف كرة النصيحة هون بيحكي لك لا تتأخر في حل الامور لا تتأخر في المصارحة او بيحي الله لكل شخص بيكون الوضع مختلف فهمت علي فانتو بتفهم شو هو الموضوع اللي انت عم تماطل فيه حاليا وحاول انك ما تتأخر حاول انك تاخد خطوة لانه في عندك بدايات جديدة وفي عندك تواصل سريع بيجوز انت اللي عم تعرق لها التواصل بيجوز هالشخص بده البداية جديدة وانت اللي متردد او عم تتأخر في اخذ القرار اوكي حباي بورش العقرب بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكمنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم